لم تكتمل فرحة مسيحي قطاع غزة بحلول عيد الميلاد بعد أن رفض الاحتلال دخول معظمهم إلى مدينتي القدس وبيت الأحم مهد السيد المسيح عبر المعابر التي يسيطر عليها المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة رسالة حب وسلام أرسلها مسيحي قطاع غزة رسالة ممزوجة بالحسرة والعديد من التساؤلات حول سبب المنع المتكرر من قبل الاحتلال للسماح لهم بالانتقال إلى الشق الآخر من الوطن بهدف الحصول على حقهم الطبيعي في ممارسة شعائرهم الدينية منعنا من الوصول إلى المحافظات الشمالية وخصوصاً مدينة بيت الأحم لممارسة شعائر الدينية فبتخيل من حق أي إنسان أنه ممارس شعائره الدينية في المكان اللي هو بيشوفه أنه هو مناسب يعني إخوانا المسلمين المفروض أنه ممارسة شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى المسيحيين في كنيسة القيامة وفي كنيسة المهد اللي هي مهد السيد المسيح اللي هو إحنا بنحتفل اليوم بعيده من العام إلى العام يعيش مسيحي قطاع غزة ألم انتظار استصدار الاحتلال تصالح خاصة لهم الأمر الذي حرم منه 1300 شخص لم يحصلوا على الموافقات اللازمة فيما سمح فقط لمئتي مسيحي الوصول إلى مدينة السلام والانضمام إلى إخوتهم في مدينة بيت الأحم وعيش أجواء العيد كما يسمح للمسيحيين من أقصى الأرض إلى أدناها ممن لا يقتوننا في قطاع غزة إحنا قدمنا 1500 تسريح لسلطات الاحتلال من 1500 تسريح وفقتنا حتى الآن 200 تسريح هذا العيد بيضل ناقص إحنا منحب نشك إحنا منحكي للعالم نريد غطى الاحتلال إنه قدمنا 1500 تسريح يطلعنا 1500 تسريح عشان نحتفل الاحتفال كثير في مدينة مولدنا سيد المسيح في بيت لحم غد الأجواء بتكون أكثر سعادة جميع البلدان بتحت في الغد من عيد على بعض غد أكثر وأكثر ومنه منشوف أقاربنا لكل سنة مرة لما نشوفهم أوحيانا بصعوبة لما نشوفهم هكذا هي الأجواء منقوصة بعيدا عن كل بريق بل وتجتاحها ألمشتات أبناء العائلات على أرض ذات الوطن لأنه محتل أجواء العيد كتير حلوة بس إحنا يعني أنا بالنسبة لي أنا كتير بالضايقة في أجواء العيد ليش؟ لأنني أنا بدي أروح أشوف أولادي بدي أعيد مع أولادي أعيد في بيت لحم مع أولادي لأنه لي تلت سنين ما شفتهم فأنا بتمنى أنه يطلع لتصريح حد يشوف الموضوع هذا أنه أنا أطلع عبيت لحم أقد الشعائر الدنيا وبعد مع هيك كمان أشوف أولادي أجواء العيد في قطاع غزة هي أجواء منقوصة بشكل كامل بسبب عدم الاحتلال إصدار العدد الكافي من التصريح لزيارة بيت لحم ليمدينة السلام طبعاً إحنا كمسيحين غزة احتفالاتنا منقوصة بشكل كامل سواء يعني المسلمين أو المسيحين في قطاع غزة لأن إسرائيل تعتبر أنه هذا عقاب جماعي إيمانهم برسالة السلام والمحبة فقط هي ما يدعم صبر كل مسيحياً في قطاع غزة بعدما حلت عليهم لعدة احتلال لا يأبه لحقهم في عيش أجواء عيد سعيد منعوك القناة رؤيا غزة فلسطين